في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً معمماً في النمو مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت كل التوقعات يسجل الاقتصاد الجزائري واحداً من أسرع معدلات النمو في المنطقة خلال السادة الجارية أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي توقع أن تتجه الجزائر لتحقيق نمو نسبته 4.7% نهاية السنة الجارية ما يضع البلاد من بين الاقتصادات العربية الستة التي ستسجل أعلى نسب نمو على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 وحسب تقرير آفاق النمو الصادر عن انهيئة المالية الدولية ستحقق الجزائر الثاني أعلى نسبة النمو في جمال إفريقيا بعد مصر التي سجلت نسبة النمو بـ 6.6% فيما يمثل العراق لاقتصاد العربي الأسرع نمواً حسب التقرير بنسبة 9.3% لتليه الكويت كأكبر نسبة نمو خليجياً بنسبة 8.7% لتتبعها المملكة العربية السعودية بـ 7.6% وتليهم دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح بـ 5.1% ثم عمان بواقع 4.4% ثم فلسطين بـ 4% لتليها دولة قطر بنسبة النمو المرجحة سابقاً والبالغة 3.4% ثم مملكة البحرين بواقع 3.4% ترجمة نانسي قنقر